شبوة من إخماد نار الفتنة إلى فتح بوابة التنمية بعد بص سيطرة الدولة وهزيمة ميليشيا النخبة الشبواني المدعومة من أبو الضابي يعود الهدوء وتعود الحياة لطبيعتها شيئا فشيئا سيطرت قوات الجيش على ميناء بالحافة الاستراتيجي ومعظم مناطق المحافظة وعادت كرة اللهب والفوضى إلى حيث جاءت منحسرة باتجاه محافظة أبيان التي بدأ الجيش استعادتها وما بعد أبيان إلا استعادة عدن المختطفة لدى الميليشيا المدعومة من أبو الضابي في إشارة إلى إكمال سيطرة القوات الحكومية وإفشال مخطط أبو الضابي قال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو إن كل شيء قد أنتهى في المحافظة وحدات من قوات النخبة الشبوانية أعلنت ولا أهل الشرعية رافضة حمل السلاح في وجه الدولة رئيس الحكومة معين عبد الملك وجه بضم تلك الوحدات إلى الجيش الوطني مؤكدا أن هذا الإجراء جاء بناء على توجيهات الرئيس هادي تطويم حافظة شبوة صفحة الفوضى والنتوءات الأمنية المدعومة من الإمارات بعد وضع خطة أمنية متكاملة وعجلة بتوجيه من رئيس الحكومة لحفظ الأمن والاستقرار أعلن رئيس الوزراء اعتماد الحكومة ضعف مخصصات التنمية في شبوة بشكل استثنائي عن تلك الاعتمادات السابقة منذ نهاية العام مشيرا إلى عزمها على زيادة الانتاج النفطي في المحافظة وهو ما سينعكس إيجابيا على التنمية وخدمة المواطنين عادت شبوة أحد أهم مراكز حقول البترول والغاز في اليمن والذي يشكل أهم روافد الاقتصاد الوطني بعد أن اختطفت تلك الحقول والمشاريع الاستراتيجية التي حرمت الحكومة من إنتاج وتصدير النفط ليبدأ فصل جديد من فصول التنمية التي ستمكن الحكومة من نال شيء من استقلالها المالي والاقتصادي